اشتركوا في القناة والانانية والانحصار حول النفس والسبب التاني كان عدم وجود المفهوم الصحيح للأسرة وهو ان الطرفين بيتركوا كثيرين خارجيين لكي يرتبطوا بعضهم ببعض سبب تالت مهم نفسي في اسباب عدم الفرح في الأسرة المسيحية عدم المرونة وعدم اللياقة النفسية بين الطرفين في الأسرة يا حبائي في تفاصيل كثيرة جدا جدا في حياتنا اليومية وفي حياتنا الأسبوعية وفي حياتنا العملية وفي حياتنا الروحية تفاصيل كثيرة جدا وهذه التفاصيل بتحتاج من الزوجين دايما انهم يكون عندهم استعداد لانه يغير فكره ويغير وقته أحيانا ويغير اسلوبه أحيانا ويغير ذاته حتى أحيانا من أجل انه نكون عندنا باستمرار استعداد لتأقلم استعداد للاندماج عدم المرونة في التفكير لو الشيء لو الزوج تعلم حاجة بيعملها يقعد يعملها طول عمره بنفس الطريقة حتى لو ما كانتش بتريح زوجته أو أولاده بالعكس صحيح في كل شيء في الكلام في التصرف في المواعيد في العادات الشخصية في الملابس اللي بنعملها في طريقة الحياة في طريقة التعامل مع المجتمع في طريقة التعامل مع الأصدقاء كل هذه الأمور تحتاج من الطرفين مرونة استطيع ان انا اتنازل عن شيء علشان انا وزوجتي او زوجة او زوجها يشتركوا في هذا الأمر لا نتمسك بالقديم لكن باستمرار عندنا استعداد لاننا نتقبل أفكار من بعض ونغير أفكار مننا ونغير أسلوب فينا في طرق التعامل وفي طرق الأكل والشرب واللبس وكل الأمور هذه لا تؤثر علينا بل لابد أن يكون عندنا مرونة واستعداد نفسي لاني أتغير من أجل الآخر وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة بنسمع كتير جدا أصلا أنا كده ومش ممكن أن أتغير لا من أجل المحبة ومن أجل التفاهم ومن أجل الشركة ممكن نغير أفكارنا وعادتنا أحيانا من أجل بعضنا لبعض وبتكون بقى كلها حاجات بسيطة أنا بشرب القهوة الساعة كام أنا بأصحف في الوقت الفلاني أنا بعمل كل هذه الأمور قابلة زي ما تعودنا على هذه الأمور نستطيع أن نعتاد على أخرى أمور أخرى لكي نقترب من بعض واللي كانت تكون الأسرة في سلام وفي فرح أسرة فرحانة نقطة تاني بتأثر على الفرح في الأسرة نقص نسموها كده علماء النفس نقص مخزون الحب الاستراتيجي اتنين كانوا بيحبوا بعض اختاروا بعض أو اتعرفوا على بعض وتجوزوا ونشأت بينهم محبة في الفترة الأولى وبعدين لجفاف الحياة وقثرة الأعباء النفسية والعملية على الأسرة والانشغال الدائم وممكن عدم الحوار بينهم وبعض وعدم موجود وقت خاص للمحبة والمواد الزوجية ينقص مخزون الحب الاستراتيجي طبعا الحب ممكن يقل زي ما ممكن يزيد ممكن يقل ودي نقطة مهمة جدا ليه؟ لاننا بنكون مشغلين عن بعض لاننا احيانا بنتكلم مع بعض باسلوب جيف لاننا لا نقدر مشاعر البعض لاننا لا نحس ببعضنا وآلمنا واحتياجاتنا ونتفاهم فيها ونتشاور فيها لاننا لا نصنع شيء مشترك ليس لانه هواية مشتركة أو عمل مشتركة أو خدمة مشتركة المحبة بتأتي بالفضائل الروحية ايضا يقول كده معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسوس اسحاح ربعا آية جميلة جدا تناسب الأسرة والتعاملات في الأسرة جدا يقول ايه؟ اغضبوا ولا تخطئوا حتى لو زعلنا من شيء ما نغلطش ببعض لا تغرب الشمس على غيزكم ليرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شافقين متسامحين كما سمحكم الله عندما نفقد هذه الفضائل وهذه الصفات الروحية فينا تجف العلاقة بيننا وينقص مخزون الحب الاستراتيجي في الأسرة ويكون ده سبب لعدم الفرح في الأسرة سبب آخر نفسي وروحي لعدم الفرح في الأسرة ثالث سبب أو خامس سبب في الأسباب في الحلقتين هو عدم وجود بعد روحي في الشركة بين الزوجين وفي البيت كله الأسرة تحتاج باستمرار إلى العمل الروحي ونحن نصق ونؤمن أن الروح القدس يعطي الأسرة فرح من سمار الروح القدس الفرح والسلام فإذا فقدت الأسرة الفرح والسلام فلتهتم أن تبحث لماذا فقدنا هذه الفضيلة لابد أننا فقدنا البعد الروحي لم نعد نتعامل مع بعضنا كأولاد الله لم أعد نتعامل زوجتي كبنت ربنا وأنا كابن ربنا والعكس صحيح وهكذا معاملاتنا مع أولادنا تصير معاملات اجتماعية رسمية فارغة من كل حب ومن كل بعد روحي لابد أن تكون العلاقة بيننا أيما على وسيط ربنا أيما على وجود صلاة مشتركة أيما على أننا فيه أوقات بنصوم مع بعض بروح نحضر الدس مع بعض بنتغذي بعض روحيا بنفكر بعض بالبعاد الروحية بنعلم أولادنا البعد الروحي والمبدأ الروحي والأساس الروحي في علاقتنا كأوسرة نحتاج أننا نغزن في قلوبنا مفاهيم روحية أكتر وأكتر فتمتلئ حياتنا بالبعد الروحي ونفرح ولا نكون إلا أسرة فرحة كما علمنا الكتاب المقدس لا تكون إلا فرحا ربنا يعطينا أن أسرنا تتجنب أسباب نقص الفرح لكي يزداد الفرح في حياتنا واللي لهنا المجد دائما أبدا أمين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة